نشر موقع تلفزيون سوريا تقريرا تحدث فيه عن عمليات التضليل التي تديرها شبكة من المؤثرين الأتراك المعروفة باسم اليوتيوبرز الذين يوثقون الحياة اليومية في سوريا وسيظهرون البلاد التي تعاني من الدمار الذي خلفه النظام على مدار 12 عاما على أنها آمنة ومزدهرة صباحا ونابضة بالحركة ليلا فماذا يريدون ومن يقف وراءهم ولماذا بدأ نشاطهم في هذا الوقت تحديدا هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاشنا ولكن بعد متابعة هذا التقرير بهدف إظهار البلاد على أنها آمنة ونابضة بالحياة والحركة وقابلة للعيش والاستقرار مجموعة من المؤثرين الأتراك يتوافدون إلى سوريا بهدف توثيق الحياة الليلية فما قصتهم وما هدفهم من هذه التوثيقات موقع تلفزيون سوريا نشر تقريراً صلط فيه الضوء على هذه الظاهرة حيث استعرض قيام مجموعة من المؤثرين المعروفين باسم اليوتيوبرز بتوثيق الأجواء الصاخبة الموجودة في الملاه الليلية في العاصمة وهم لاعب كرة السلة التركية كمال جانبولات والمدعو دينيز البستاني ويوتيوبر آخر يدعى فاتح كوبران التقرير أظهر وجود صلاة بين هؤلاء اليوتيوبرز ومسؤولين لدى النظام وشخصيات في المعارضة التركية حيث سبق أن أجر اللاعب جانبولات مقابلة مع العضو السابق في حزب الجيد إيلاي أكسوي المعروفة بمناهضتها للاجئين ومحاولتها إنشاء شبكات مع النظام لتحريض الشارع التركي على اللاجئين في تقرير نشرته وكالة رويترز عام 2016 أظهر أن مدينة دمشق شهدت نشاطا متزايدا للملاه الليلية وخاصة في النواد الواقعة في حي باب شرقي في وقت كانت تشهد فيه الغوط اجتدادا بالمعارك والحصار تلك الحالة التي بقيت مستمرة في تلك الحنات حتى الآن والتي لم تتطرق لها المعارضة التركية إلا مع اجتداد موجة العنصرية أو حث المعارضة للحكومة التركية على التطبيع مع النظام وإعادة السوريين إلى بلد قالت عنه الإيكونوميست إنه الأسوأ للعيش في العالم على الإطلاق حول هذا الموضوع رحب بعبدالله سليمان أغلو صحفي مهتم بشؤون اللاجئين والشأن التركي معنا مباشرة من غازي أنتاب أهلا بك معنا في هذه الحلقة بداية سيد عبدالله ما تفاصيل هذه الحملة من الأتراك المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومن وراء زيارة هؤلاء لمناطق سيطرة النظام وكأن الأمر مفتعل أو منظم كما تعرفون قبل الانتخابات الأخيرة كان هناك حملة كبيرة ضد السوريين وخاصة من قبل أحزاب المعارضة وهناك كانت حملات عنصرية والرسائل بإعادة السوريين قسرا إلى بلادهم امتدت بعد فترة الانتخابات لجأوا إلى أمر آخر وهو إظهار بأن سوريا بلد آمن لا حرب فيها الحياة طبيعية الأسعار متدنية جدا إلاي أكسوي كانت قبل فترة في دمشق وقالت بأن ربط الخبز الذي يزن 900 جرام سعره فقط 55 قرشا حسب بالليرة التركية أيضا يوتيبر كما جاء في تقريركم فاتيه كوبران لاعب السلة الذي يحمل الجنسية السورية والتركية ولعب المنتخب السوري أيضا كمال جان بولات كل هؤلاء يعملون بشكل منظم تحت إشراف دنيز بستاني التركي السوري أيضا زوجته سوريا وأيضا عمه مقرب جدا من النظام السوري ينظمون هذه الرحلات لبعض المؤسرين الاجتماعيين حتى يظهروا بأن الحياة الطبيعية في سوريا وأن سوريين يجب أن يعودوا إلى سوريا هناك هدفين أنا باعتقادي لهذه الحملة الهدف الأول طبيعي صفحة النظام بأن الحياة الطبيعية وبأن النظام متحكم بالأمر وهناك أمان في سوريا الوضع الاقتصادي جيد والوضع الأمني جيد وحتى أن حياة الليل أيضا جيدة باعتبار الناس مرفاهين ويعيشون حياة طبيعية الهدف الثاني حتى يعطو شرعية للحملات العنصرية التي تحدث في تركيا بأن السوريين يجب أن يعودوا إلى بلادهم لأن الحرب انتهت وأن الحياة طبيعية فلماذا لا يعودون ويشكلون عبءا سقيلا على كاهل الاقتصاد التركي وعلى المجتمع التركي وكأن كل الأزمات التي تعيش في تركيا السوريون هم سبب ذلك وأيضا تابعنا من خلال مقاطع الفيديو هناك تقصد لإظهار مدينة دمشق وأيضا مدينة حلب هتين مدينتين بخير وبأحسن الأحوال على جميع الأصعد الاقتصادية والظروف الحياتية والمعيشية على عكس الواقع ما الغاية وما الهدف من ذلك وتحديدا هتين المدينتين حقيقة هم يقومون بالسؤال عن بعض أسعار بعض المواد يعني ربطة الخبز بأنه 55 قرشا وأيضا هناك بعض الأسعار كان مثلا يتجول فاتح كوبران مع كمال جانب بولات يسأل عن بعض القبعات وأنه سمنها دولار أو دولار ونصف أو نصف دولار لا يدرون بأن راتب المنصف في سوريا تجاوز 10 دولارات أو 15 دولار فلذلك أي قطعة بسيطة بسعرها بقياسا إلى عملة الدولار أو دولار ونصف لا يستطيع المواطن شراءه أساسا يعني اليوم ربما راتب المنصف لا يكفي لشراء فروجتين مشويتين فكيف سيعيش هذا المواطن بقية أيام الشهر فلذلك قياسهم وحتى لا يقصر البارحة في لقاء على اليوتيوب سألتها المزيعة بأن هل سوريا فيها أمان هل هي دولة بوليسية كما يقولون قالت لا هي دولة فيها كثير من الأمان وهي دولة اجتماعية بدليل أنها توزع بطاقات لكل مواطن لكل عائلة ربطتين خبز وهناك بعض المواد الأساسية توزع عبر هذه البطاقات وصفتها بأنها دولة اجتماعية على العكس تماما عما يشاء وبأنها زارة الغوطة ولا يوجد هناك أي شيء عما يتحدثون عن قصف بالكيمينة ومجزرة الكيميائي وما شابه يعني غريب قياسهم وكأن سوريا هي جنة الأرض وكل شيء طبيعي والسوريين يعيشون في تركيا كأنهم حياة صعبة جدا وعليهم أن يعودوا إلى ذلك النعيم وينعموا بخيرات البلد في سوريا والغريف الأمر أيضا كان تركيز هناك على بعض من عاد من تركيا ومقارنتهم الحياة في تركيا وحياة في سوريا يقولون بأن حياة في سوريا طبيعية جدا وهذا يدفعنا للإشارة إلى مدى تأثير هذه الفيديوهات التي نشرت على الشعب التركي يعني ما على أسف له تأثير هناك في الأساس الحملات السابقة قبل الانتخابات والحملات المستمرة أيضا والمنظمة ضد السوريين والحملات العنصرية يترك صدى لدى الشارع التركي وهذا يزيد من حدة ردود الفعل لدى الأتراك تجاه السوريين هناك أي فعل صغير أو مخالفة ربما للقانون أو أي شيء مزعج يأخذ أبعاد كبيرة جدا وكأن كل المجتمع السوري يرتكب الأخطاء ويخل بالقوانين ويمكن أن يؤدي إلى حوادث عنصرية أيضا بداعي أن السوريين هؤلاء موجودين فقط لتنعهم بخائرات تركية بينما بلدهم لا يوجد في حرب يجب أن يعودوا إلى بلادهم ومما يزيد خطاب الكراهية وخطاب العنصرية لدى الكثير من الأتراك إن كان بالطرف المعارض وحتى في الطرف الموالي للحكومة وبالتالي هل تتوقع أن نشهد من جراء هذه الفيديوهات التي نشرت تعامل أو ربما شيء من السلبية على السوريين في تركيا وبالتالي ربما يزداد التضييق عليهم أكثر بالتأكيد هذا سيشهد صدف الشارع التركي ليس فقط في الشارع التركي مع الأسف هناك صدف على مستوى الحكومي أيضا حملات الترحيل التي نسمع عنها في الفترة الأخيرة ربما الحكومة تحاول امتصاص الغضب الموجود لدى الشعب والناخب التركي والتركي مقبلة على انتخابات مقبلة ليست بعيدة في نهاية آزار عام 2024 ستكون انتخابات بلدية فتحاول امتصاص غضب الشارع لكن بالمقابل هناك الكثير من السوريين يتضررون ويظلمون أيضا بترحيلهم إلى سوريا يعني هناك حادثة بارحة تم ترحيل أحد الأشخاص السوريين لأن إقامته غير موجودة وهو مولود في السعودية وأتى إلى دراسة في جامعة خاصة في تركيا تم ترحيل إلى الشمال السوري يعني هذا كيف يتم حل هذا الموضوع رجل لا يعرف سوريا أصلا يعني أوليك في السعودية وتربى وهو سوري لكن تم ترحيل إلى شمال السوري لا يوجد لديه أقرباء لا يوجد لديه أحد فكان الله يعوني الناس الترحيل يحصل إلى مناطق إدلب مناطق الشمال وليس مناطق النظام ليس كذلك؟ نعم إلى شمال السوري كان درع الفراط وسط الزيتون أو مناطق إدلب أو حتى حيانا إلى مناطق نبا السلام يتم الترحيل أيضا تبعت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الداخلية عفوا علي كايا عرف بأن الهجرة غير النظامية على أنها الدخول غير القانوني للأجانب إلى تركيا وأيضا إقامتهم في البلاد وعملهم فيها من دون تصريح برأيك هل سنشهد تنظيم أو ضبط أكثر لهذا الموضوع في الأيام القادمة؟ بالتأكيد تشهد إسطنبول وخاصة المدينة إسطنبول حملات جماعية جدا ترحيل أي شخص يضبط لا يحمل أي وثيقة تركيا إن كانت إقامة سياحية أو بطاقة الحماية المؤقتة حتى لو كانت بطاقة الحماية المؤقتة من غير مدينة وقدم إسطنبول يتم فورا اعتقاله وأخذه إلى مركز الاحتجاز أو مركز الترحيل ومثم خلال عدة أيام يتم ترحيله وأعتقد أن هذا الأمر توعد خلال أربعة أو خمسة أشهر سيتم وقف عمليات الهجرة الغير الشرعية يعني مع الأسف ضم السوري ضمن الهجرة الغير الشرعية من لديه بطاقة حماية المؤقتة ربما سافر لأنه لا يستطيع حصوله على زن سفر إلى إسطنبول أو لأن مقيم لفترة لا يستطيع نقل قيده إلى إسطنبول يعمل في إسطنبول فيتم ترحيل هؤلاء أيضا ضمن موضوع الهجرة غير الشرعية وهم موجودين بآخر بشكل شرعي وخاضعين للحماية المؤقتة وحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة لكن موجودنا في ولاية غير ولايتهم فلذلك نرجو من جميع أخوتنا السوريين الحزر خلال الفترة القادمة لأن هناك تجديد كبير وسيزداد التجديد كلما اقترب موعد الانتخابات البلدية وسيكون أيضا موضوع سوري موضوع دسم للحملات الانتخابية لكل الأحزاب بدون استثناء إن كانت المعارضة أو منضوية تحت الحزب الحاكم شكرا جزيلا لك عبدالله سليمان أغلو صحفي كنت معنا من غازي عنتاب شكرا لكم مهنة التمريض في مناطق سيطرة النظام تلفظ أنفاسها الأخيرة هذا ما سنناقشه في ملفنا التالي